كشفت نزها بدوان البطلة السابقة في رياضة ألعاب القوى عن تفاصيل متيرة ردا على العداء عبد الرحمن بن ردوان بخصوص منعه وحرمانه من إجراء حصصه التدريبية استعدادا للاستحقاقاته الدولية وعبرت بدوان في تصريح لقناة عن استغرابها من الهجوم الذي تعرضت له من طرف العداء المتخصص في المسافات الطاولة مؤكدة أن ما صرح به بخصوص إنقاذها من التهميش سنة 2002 لا أساس له من الصحة كما أن الفترة الذي حرم من مزولة تدريبه حسب قوله فقد كانت حاملا وبعيدة كامل البعد عن الرياضة وتابعت قائلة جوابي عن الفيديو المتعلق بمحاربة العداء بن ردوان هو أنه كنت حاملا في الوقت الذي قال أنني حرمته من خوض تدريبه بداخل الملاعب